اهلا بكم في حصاد البطولة على رياضة بواما حصاد الأسبوع الحادي والعشرين من الدول هنا نتابع النتائج الكاملة للأسبوع الحادي والعشرين البطولة المغربية لكورة القدم في الحصيلة عشرة أهداف وكما تتابعون أربع مباريات انتهت بالتعادل وهو بالمقابل فريق واحد انهزم في ملعبه وهو فريق اتحاد الخمسات في المباراة الأخيرة باسمكم أرحب بنجم كورة القدمة المغربية والمحلل الفني لرياضة بواما ميري كريمو أهلا بك في حلقة جديدة محبا بك ميري كريمو أبدأ معك في حصاد البطولة على رياضة بواما من المباراة الأكثر تشويقا والأكثر إثارة وكذلك الأكثر جدلا مباراة رجال البيضاوي التي خسرها أمام أولمبي كاسفي بهدفين مقابل هدف واحد كما نتابع هنا في هذه الصور وهي المباراة التي لقى تحتجاجا كبيرا من قبل لعب فريق رجال البيضاوي ومسيره وكذلك الجماهير ميري كريمو رجال البيضاوي واحد من أبرز المرشحين للفوز بلقب البطولة يتعثر خارج الديار أمام أولمبي كاسفي كنظرنا هذه من الهزيمة للفريق الرجال البيضاوي ولكن كنعرفوه من الفريق الأسفي فريق قوي فريق عنده المدرب عنده لاعبين كين بعد الاحتجاج بيسير ولكن كين واحد كنقوله في دوزا ميتان كالخروج دي اللاعب المعلم اللي خرج كنظرنا هذه كنقوله أحد كنقوله الضحف لهذا الفريق لأنه كنلاعبين ببعشرات اللاعبين ولكن بالنسبة للفريق الأسفي كنت تكلم عليه الفريق عنده القوة دياله في الملعب دياله ضد واحد فريق اللي كنقوله بيحصل على المرتبة الأولى وبيديله التيتر هذه منقوله شمال مفاجآت ولكن الفريق اللي كنقوله أسفي اللي هو الرجوع لهذا الفريق بالقوة المبارة انتهت بهدفين مقابل لهدف واحد هو أسبوع تعثر الكبار وأنذية الزعامة في البطولة المغربية فإلى جانب خصابة فريق رجال البيضاوي المتصدر الفتح يتعثر من جديد في منعبه أمام الجيش في مبارة الدرب بميري كريمو يعني ما تحدثنا عنه بالنسبة لفات حبيباطي متواصل نزيف النقاط بشكل مستمر عدد كبير من التعادلات عن ذلك الفريق بالتعادلات ما كانش الهزيمة أولا هذه تتبقى منه أن تقوله يفو ميو تتفاق ماتشيني لكو بيرض هذه أولا ثانيا الفريق تنقوله ديربي ديربي داد واحد فريق اللي كيعرفوه هو ليفار كيعرفوه لديربي تنعرفوه الصعوبة ديالهم الدغط على اللاعبين ولكن كنظر الفريق ديال الجيش الملكية تقوله راجع راجع في هذه البطولة تنقوله في اللي دياليانيه ما شلنا الفريق اللي جيش الملكيش نا فريق قوي فريق عندهم عندهم اللاعبين عندهم اللاعبين والالكسperience ديالهم بالاكس الفريق ديال اللي نقول الفتح إس كه إلا بردد ونبعوه أولا تنظر عنده أربعة تعادلات محرارية من الأساسية الموضعات نقوله ميو نقوله زكا ما تحتاج إصابات كينتعادلوا لكن مكنت لها زائم هاده اللي كيبقى القوة دياله لكن يحاولوا لكي ينتصروا. لكن الآن هذا ستعرف صعوبة ويبقى تعادل كما قلت أفضل من هزيمة والمباراة تعادل من دون أهداف تعطر آخر لواحد من أندية المقدمة هو البطالة الفريقي فريق المغرب الفاسي الذي أجبر على اقتسام نقاط المباراة خارج ملعبه أمام فريق أولمبيك خريبقا بهدفين مثله كما نتابع في هذه الصور. مريك ريمو بعد فوزه على النادي القنيطيري بأربعة هدف مقابل هدفين. أولمبيك خريبقا يعود ويتعادل مع فريق من حجم المغرب الفاسي الذي تعطر من جديد. ما غيرتش نقوله تعطر. ما غيرتش نطلبه هذا الفريق المغرب الفاسي. ما غيرتش نطلبه لكود أفريق يدون كوب. يدون قائل كؤوس. صعب على هذا الفريق. لن يعرفه بأن الجوار البروفيسيونال في المغرب لا عندهش الإمكانية بيش لعب تقريبا كل أسبوع نطلبه منه المجهود. المجهود أولا إنه هذا الفريق لأنه لا يريد أن يقفل في المراتب الأخيرة. وكثيرا. ولكن كنقول الفريق المغرب الفاسي كنظرنا الآن ولو هزيمة كنظرنا الفريق عنده القوة دي له وعنده الإمكانيات دي له ما نطلبهش منه. نقوله طلطان حنا نطلبه من هذا الفريق بحش انتصار ومييمي. خذلك كورة القدم هذي. تقولوا اللاعبين تقولوا هني بادي ماشين. نحن لاعبين كورة القدم رأي اللاعبين يبقى تهوا بالقوة دي له وكما يبقى تهوا بالقوة دي له وقعت الفريق المغرب الفاسي. دمنا مباريات هذا الأسبوع الحادي والعشرين من البطولة أيضا فريق الودادة البيضاوي ميلي كريمو أكبر المستفيدين فاز على النادي المكناسي واستفاد من تعطر رجاء والمغرب التطواني والفاتحة بباطي واني اقترب أكثر من هذا الكركبة. واقترب تقولوا الانتصار لفيتور كنت ولكن ما نشوفه لدوزين ميتان كنوبيل الفريق الودادة أبدا ان نقولوا يسو غيريوية. هذا أعطوا كثيرا. هذا أعطوا تقريبا تغطوا الى الفريق نادي المكناسي ولا أقل النسون المكناسي والآن يتبطوا الامكانيات ليجعلوا التعادل لو لا تقول لفريق الودادة ناكب الآن كان لفريق الودادة لم يكن تحرير مدى نحن لكيش تركيز على الانتصار لفيتور كنا تقول له أحيان أحيان أغلاط لما حتى تأخد من دخول الموتى وأنتظر بواحة اللماء . لا يشدّد إنها اتثار مراتس But ما ông процесс the first and theuder of a team would come out without being ready The spectacle wasn't the spectacle الوداد على أي حال حقق الثلثيقات أخمّا فريق نادي المكناسي دمنا مباراة هذا الأسبوع ٢١١ah eignol في البطولة أيضاً فريق شباب المسيرة المتقل بالمشاكل خرج من مباراته أمام الدفاع الجديد سالما والمبارات انتهت بهتعادل من دون هدف ميلي كريم التعادل لفريق الجديد بيانسور ستين فيكتوار الفريق المسيرة تعينه ديما للمين بروblem ديسانت لديزم ديفيزيون اللي بقوا لدي المشاكين اللي نعرفوها دي اللاعبين دي اللي نقوله تل فينانسيرما عندهم بعض المشاكين تنظن هاد الفريق دي المسيرة هاد السنة كنو عوضنا ماشي هاد السنة دي اللي درنير زاني الفريقات اللعبين على لان قولوا باش مطلحوش القسم الوطني وكانعرفو الكرة القادم يقلبو كل سنة باش مطلحوش القسم الوطني التاني غاجي واحد وقت لغاديت تهوود ديزم ديفيزيون لاش لان الامكانية ما كنيش ما موجودينش ما اللاعبين ما عندهم لفوضات هاد اللاعبين اللاعبين الكبار دي لال الفريق نقولو يستي ترانسفيري سو كيفية تلعبو باللاعبين تقالبين نقولو متوسط ولكن هذه التعادل يمكن أن يحاول أن يعطيهم المقابلة لليجيين دمنا مباريس هذا الأسبوع أيضا ويداد فاس مساء الجمعة في المباراة الافتتاحية أمريكية فاس على شباب الحسيمة ويوجد فريق الويداد فاس لأنه لعبين في المستوى لعبين في الإكسبرينس مقابلة في البلد ثانيا الفريق الويداد فاس عندهم أحيانا نتائج لداروها تقولوا في الأسبوع الأخيرة تقولوا حسنا بالنسبة لهم تقولوا فريق الويداد فاس تقولوا المشاكل ديالو تهواد الفريق ما عندوش واحد الجمهور ما عندوش واحد القوة ما عندوش إمكانيات كتب ولكن كان هذا الانتصار الحسيمة بالنسبة لنا ما نقولوش ستنفو با لنا الحسيمة ما نطلبوش من الكثير يالله جاءت للبرمير ديفيزيون الحمد لله يسون با مناصق با شغالي تحول القسم الوطني أو كونترير كالسانا كي لابو بالإمكانيات ديالهم با شغالي فوتبول هو با دو ماندهو سيها لللاعبين كل أسبوع ولكن فريق الويداد فاس خاصها تنتصر في البلد ديالها باش تقولوا لها كنفيانس باش تكون تهيئة باش ميكونوش في الأخر ديال للسيزون يلعبو على ديسانت والدوزيم ديفيزيون من بين الانديال الآن الأكتر يعني اقترابا من القسم الوطني الثاني وفريق الاتحاد الخميسات مع مشاكله الكثيرة لعبون يعني في مأساة كروية عدم تواصل المتحقات المالية وأكثر من ذلك ولا واحد مع الفريق لا سلطات محلية ولا المكتب المساير ولا حتى رئيس يعني بالكاد اللاعبين والطاقم التقني والحصيل هي هزيمة جديدة في ملعبو أمام حسانية في الموضوع الختمية لهذا الأسبوع ما عرفنا شوارد الفريق خميسات المشاكل اللي عنده مشاعر الفريق دي الخميسات بعد الفرق عنده المشاكل ميري كريمو المبرادة الأخيرة التي سنصل لها هي مبرادة فريق المغرب التيطواني وكما نتابع هنا فريق المغرب التيطواني أول تعطر له في مرحلة القيام فبعد خمس انتصارات متتالية من البطولة الوطنية يعود أمام جماهيره وفي ملعبه ليكتفي بالتعادل أمام فريق النادي القونيتري فريق القونيتري لعب واحد ضدو حد الخصم تدقل الفريق مغرب التيطواني اللي سيفرية 5 ماتش ما منهجموش عندهم اللاعبين في المستوى عندهم المميين فينسي عندهم جمهور ولكن كنتبقى كورة القدم كنتبقى لك بعد الأحيان التعادل تقوم في محلو علاش لأنا غاد يكونوا واحد شوية ديال ما غاد يبقاش لالكانفينس ما غاد يبقاش نقولوا باننا في ملعب ديالنا تنتصروا غنديروا ويجب أن يكون هناك 6 أشياء لأنه لا يطلب من المغرب التاتواني كل أسبوع بالانتصار ويجب أن يكون هناك فوقا ويجب أن يكون هناك فوقا من فريق المغرب التاتواني نعم المغرب التاتواني على إتحال يبقى في المركز الثاني ب41 نقطة ونتابع هنا الترتيب على ضوء مباية الأسبوع الحادي والعشرين البطولة المغربية لكوة القدم كما نتابع هنا في المركز الأول ب43 نقطة وشبه ما سير في المركز الأخير وإتحال الخميسات في المركز قبل الأخير نتحول الآن في حصاد البطولة على رياضة بوايما لتوقعات ميري كريمو لمباريات الأسبوع الثاني والعشرين من البطولة المغربية لكوة القدم ميري كريمو وتوقعاتك رجال بيضاوي اتحاد الخميسات رجال بيضاوي حسنية القادير ويداة فاس تعادل مباراة القمة المغرب الفاسي يستقبل المغرب التاتواني تعادل نادي المكناسي يلعب أمام أولمبيكاسفي نادي المكناسي نادي القناة يستقبل شباب الماسيرة نادي القناة أولمبيك خريبكا في ضيافة الجيش الملاكي تعادل المباراة قبل الأخيرة دفاع الجديد يستقبل الوداد البيضاوي تعادل وشباب الحسيمة مع المتصدر الفتح الرباطي والمباراة بمدينة الحسيمة تعادل تعادل أيضا كانت هذه إذن توقعات ميري كريمو لمباريات الجولة المقبلة من البطولة اللحظة نتحول لنجم هذا الأسبوع هو حارس مرمى فريق المغرب التطواني عزيز الكيناني الذي حفظ على نظافة شباكه للمباراة العاشرة على التوليه ثلاثة أشهر لم تهتز فيها شباك حارس مرمى المغرب التطواني ليحطم رقمه القياسي ويقترب أيضا من رقم القياسي لمصطفى الشادلي ميري كريمو نجم في البطولة الوطنية وواحد من أفضل الحماس عشر مباريات من دون هدف برافو لأنها تقريبا لأنها تقترب من الشادلي اللي كان عرفو تاوه مجلس الإصابات على شاد المقابلات ولكن بالأكس هذا الفريق المغرب التطواني يلعب بالبرميرون راكي غراس هذا الحارس المرمى لماذا؟ لأن الغراند زيكيب تكون عندهم بدان غراند غاردين بسمчwww حيث ان ن sauثققق بدان غراند غاردين ان ن اسملي لأنه منذ للقاعيم ولكن عندYAN د بوت مثل لائب ولا تكوني أحد نرفيزة ولا تركيز بفون ابتل الغرب هذا الجaient بعض nuevo رقم ومن المستقبل دياله مستقبل لماذا لا يكون في الكيب نانسونال لا شان ولا الكيب أولمبيك ولا لا الكيب نانسونال عزيز الكناني 33 سنة الحارس السابق لفريق النادي الماكناسي صاحب رقم قياسي شخصي ويقترب من رقم القياسي لمصطفى الشالي الحارس السابق لرجال الويضاوي ب12 مبارات متتالية من دون أهداف نتمنى للتوفيق وبهذا نصل لنهاية هذا الحلقة من حصاد البطولة على رياضة بوايما ننتقي الأسبوع المقبل وحصاد الأسبوع الثاني والعشرين شكرا لكم شكرا لكم أيضا أينما كنتم معنا على رياضة بوايما بإمكانكم التواصل معنا دائما عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك ختما لكم تحيات فريق العمل الطيب المناه إلى المنطق